فسألوه سؤالاً عظيماً هو أعظم الأسئلة وأكبرها ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ الله أكبر من أحب عباد الله إلى الله؟ بصيغة التفضيل يا أخوان ماذا تتوقعون الجواب؟ قال أحسنهم خلقاً أحسنهم خلقاً تريد أن تكون حب الناس إلى الله أن تفوز بالدرجات العلا من الجنة أن تسعد في دنياك وأخراك فعليك بهذه العبادة العظيمة التي حرمها أكثر الخلف حسن الخلق واحتساب الأجر فيه عند الله عز وجل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة أي في فناء الجنة من داخلها لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقاً فالجدال الذي ليس منه فائدة ومن ورائه طائل فالجدال في الأمور الدنيوية وغيرها أو الجدال العقيم الذي لا تصل فيه نتيجة مع مخاصمك فتتركه لوجه الله وأنت محق يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وإن كان يتركه في حال المزاح فهو أترك له في حال الجد ثم قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه سبحان الله هذا أعظم طريق الوصول الفردوس الأعلى من الجنة حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل سبحان الله هذا أعظم طريق الوصول إلى بردوس الأعليم ترجمة نانسي قنقر